فضيلة الشيخ يقول أرجو أن تتحدثوا عن مقتضيات شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نعم لا إله إلا الله لها معنى ولها مقتضى فمعناها لا معبود بحق إلا الله هذا معناها وأما مقتضاها فإن من قالها يجب عليه أن يترك عبادة ما سوى الله من الأولياء والأنبياء والصالحين ويخلص العبادة لله وحده لا شريك له نعم